موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي بكم والحلقة الحادية والعشرين من برنامج الإيمان والحياة وهي بعنوان تلاوة القرآن الكريم وأدابها إن رمضان هو شهر القرآن والمسلم مطالب بأن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل ولكن بعض القارئين للكرآن العظيم لا يلتزمون بآداب التلاوة بسبب جهلهم أو بسبب عدم اكتراثهم بهذه الآداب التي تخص خير كتاب أنزل فمن الأهمية بمكان أن يلتزم قارئ القرآن بمجموعة من الوصايا كيف لا وتلاوة القرآن لها أجر عظيم كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفكوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وفي الحديث الشريف اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة كما ورد في حديث آخر ومن أهم الآداب الواجب مراعاتها عند تلاوة القرآن أولا الترتيل فالله تعالى قال وردت للقرآن ترتيلا فمن الأهمية أن نحسن تلاوة القرآن وأن نحسن أصواتنا عند تلاوة القرآن ففي الحديث الشريف من لم يتغنى بالقرآن فليس منا والأدب الثاني هو التدبر لما ورد في آيات الذكر الحكيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فما أجدرنا أن نخشع وأن نتدبر وأن نخضع عند تلاوة القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والأدب الثالث الاستماع لتلاوة القرآن إذا تلي بحضرتنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فلابد من التأثر والتجاوب وعدا ووعيدا مع كلام الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن الآداب المهمة التخلق بأخلاق القرآن بأن نحل حلال القرآن وأن نحرم ما حرمه القرآن وإلا ينطبق علينا ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يلعن القرآن قارئه إذا لم يلتزم بأحكامه وأوامره ونواهيه ومن الآداب الأخرى المداومة على تلاوة القرآن فلا يمكن أن نداوم على تلاوة القرآن في رمضان فقط بل يحسن بنا أن نعدد تلاوتنا وأن نداوم على تلاوته ولو بشيء يسير ففي الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة فالحسد هنا هو الحسد المحمود لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ومن الآداب الأخرى عدم الإسراع في تلاوته نرى بعض الناس يسرعون كثيرا حتى يأكلون بعض الحروف والكلمات فالأولى أن نتلوه على رسل ومهل وتدبر فلا يجوز أن يختم المسلم القرآن في أقل من ثلاثة أيام والأولى أن يزيد حتى تكون تلاوته حسب الأصول وصدق القائل حين قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود الكرآن آثم فلابد لنا ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل ومن هذا الموسم الجليل أن نحرص على ختم الكرآن العظيم وعلى تلاوته حق التلاوة جعلني الله وإياكم ممن يتلون القرآن ويتدبرون بمواعظه وأفكاره إنه سميع قريب مجيب بارك الله فيكم سدد الله خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة